السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزات قناة اللي غدي نتكلموا على مورينيو يريد تدعيم توطنهام بيوسف عطال هذا اللعاب اللي كانت الإعلام يتكلموا عليه الناس في الفيسبوك الناس الناس التانية الناس كيف هم ساكتين عليه نور مرحبا تكلموا عليه نور مرحبا من نساوه هو بن سبعيني ونزيد نعطيكم معلومة باقي ما لا باقيكم شبير يوسف بلايليا هنا في وهرن يوسف بلايليا نكتب عليكم نقولكم القيتة يوسف بلايليا هنا في وهرن يوسف بلايليا هنا في وهرن باش يكون على باقيكم مرحبا في الشعودية هنا في وهرن معالي تلقى إصابة ان شاء الله بربي يبرع من هاو وفاني كيوسف بلايلي نعاودو هاكم وغا هنا في وهرن باش يكون على باقيكم وين مورينيو يريد تدعيم توطنهام بيوسف عطال رغم أن الإصابة شو كيفاش الإصابة شوية اللي منعت يوسف عطال من انتقال تاريخي حنا اللي ينتمنون له هذا اللعاب شو كيفاش كان الماناجر تعوشكون على باقيكم كيما نقولو حنا كوترو عدبو داوي تقولوش كل ماناجر تعاك يقول لك راخورك سموه زاتي أنا قلت لكم العاملية نهال دي قضب المنتج قلت لكم يودي حنا رئيس اتحادية جزائرية وهو ماناجر تعاللعابة تعبارادو باش يكون على باقيكم هو الماناجر شوف كيفاش عطال بسخل عقدة تعود على الماناجر اللي كان يربطه مع زاتي ودير مناجر آخر شو كيفاش تتحرك الدعوة وما زاتي ما زاتي زاتي يبيع اللعابة لا بغت يقعدو ما يلعبوش يخدمو في الكوشة يخدمو لا يسهل عليهم مو يمو يبيحو مو يمو يبيحو وإلى لعبو قاعدو يلعبو شايدير الشهر يتعو كما ناجر بالسيف عليهم بسحة طال عارب كيفاش عارب كيفاش يخطو بطريبل طيحة وين يخطط الفورتيقالي مورينيو مدرب توتنهام الانجليزي للتعاقد مع اربع مدافعين جدد في الفترة الانتقالية الصيفية وذلك تحسبا للمنافسات الموسم الجديد وفق لما كشفت عنه تقارير انجليزية حنا يبيه هذي وين مورينيو ده نظرة بزافة على اللعابين ويكان يخدم محلل يهدر على البطولات خمس بطولات في العالم خمس بطولات في اوروبا اكبر خمس بطولات في اوروبا يكان يهدر كان يشوف على الطال كان يشوف شيف سليماني بزاف شيف لعابة شيف لعابك كان يخدم محلل ده نظرة ده نظرة بل كان كمدرب مصباح تالين في الملعب في الإدارة في الاخر با لك شوية با لك شوية ولا كان دي ماناجر يجيبونهم الفيديو يشوفوا ولا يعرضوا عليهم بصع هو كان يخدم كمحلل شيف ده نظرة ده نظرة كبيرة نظرة كمحلل ظاهر ايمن لنادي نيس الفرنسي وروبن نجم بالفيكا والهولندي اكي مدافع المحور لبورثموند الإنجليزي وماكس لعاب نورويج سيتي الإنجليزي والمنتخب الإنجليزي تحت 21 سنة يعني دائرة مع ربع شو كيف شو سليماني طلع اسمه في البارسا مطلوبين طلع اسمه في توطانهم طلع اسمه في منشيستر يونايتد طلع اسمه في باريس سن جرما سليماني كسموه عطال رغم الإصابة نتمنىوله إن شاء الله يعاود يقول لي خادش على إصابة تعوه شوية ما هي السهلة نتمنىوله إن شاء الله يعاود يقول لي ووفق لنفس المصدر فإن مورينيو ينوي إنفاق 120 مليون استليني من أجل تدعيم خط الدفاع منها 25 مليون استليني ستكون مخصصة للتعاقد مع نجم المنتخب محاربين الصحراء الجزائري وهو العطال وارتعب بعد أسهم عطال بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة بعد تألقه اللافت مع الفريق الجنوب الفرنسي كما يترجمه احتلالي المركز الخامس في ترتيب الخاص بأفضل لعابين نسخة الماضية من الدور الفرنسي وفق لتقييم أورد سكورد الموقع المختص في الأرقام والإحصائيات وعلى الرغم من مركزه الدفاعي فقد برز آخر هذا العطال بدوره بدور الهجومي الكبير حيث أسهم في عشر أهداف ما بين صناعة والتسجيل خلال ربعة وربعين مباراة شارك فيها مع نيلز العاملي فاتحة لتبليس وجعل هذا ظاهر وين عطال القيمة على العاب السوقية في موقع تشهد قفزة نوعية حيث ارتفعت من خمس ملايين يورو بداية سنة إلى خمس وعشرين مليون يورو في شهر ديسومب الماضي ويخضع يوسف عطال لفترة راحة حاليا وذلك بسبب عملية جراحية التي أجراها مؤخرا في ركبته وكان اللعاب المنتخب الجزائري تعرض لتمزق على مستوى من مفاصل ركبته اليمنى خلال مواجهة التي فاز بها فريقه على ميت بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف ضمن المنافسة الجولة السبعة عشر من الدور الفرنسي احنا يؤوين نتمنى إن شاء الله بربي العطال غي عاودي ولي برك وما المكان تعوف المنتخب الوطني ولي بأي نادي نتمنى ولي بربي صرته في انجليز الانجليز على برك راح الصغير يزيد على برك يزيد 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 على ذلك صرته في المنتخب الوطني كانوا يلعبوا به لكوانتراتاك لكي يكون على برككم نحن هي الخطة التي لجماب الماضي ما زال لحد اليوم يلعب بيها اشتايا لك 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 لازم تشوف نلعبوه بربعة واحد ربعة واحد وديفور كنوالينا نرجع باش كنا نلعبوه لكوانتراتاك باش كنا نصنعوه الهجمة المعاكسة من الدفاع بانطلاقات وتوغل عالطال يدخل للوسط يقلع الجهة وشنا كيفاش يجبدعليه يجبدعليه محرز لا محرز يجبدعليه محرز رايح يعاونه غاد يحلعليه يجبدعليه ثلاثة ثلاثة لعابع ويجبدعليه وشنا كنواليه يدخل من الخط وسط الميدان كيفاش يدخل وين يجبدعليه يجبدعليه يقولي يجبدعليه ومن الخط ومشالك يقوليه كيفاش مثل عالطال يحل محرز ويدخل من الخط ويدخل المنزل عندما يجب دمعه الديفونسير وليزوج وفي ليلة يستعوز ويستخدم إصلاح ويستخدم أكثر بشكل في الدفاع ويستخدم ماليهم ويستخدم أرسل ويستخدم أرسل في غولي وبرناصر ويستخدم مراوغات والسرعة ونطمئن وإن شاء الله يستخدم أرسل ومنتخب الوطني الجزائري خاصة بعد الإصابة الخطيرة اللي دارها في الركبان اللي نتمنىولو الشفاء خاصة عليه إصابة تعوما هي السهلة فعني ما ننسوش كيسموه تعنا بن سبعيني خاصة هذا الوقت اللي نحتاجه وقال لعابين لازم مننا العام جاي اوكتوب قال لعابين يكونوا واجدين إن شاء الله بربي نتمنى وقال لعابين يكونوا واجدين إصابات هذو مش ملاح مش ملاح وليقنا تدعيم لعابين لقنا تدعيم تعلعابين إن شاء الله بربي لأحسن ما شنا ما واقع في طليان على غلام إن شاء الله بربي بلغ غلام يعاودي وليلا غلام ولا منا وزفان ولا منا فانيك ما ننضروش ما تحشي كي النقص فانيك عندهم مستوى التاحهم مكاش نقص مكاش ما تشوش نقص ومحتاجين كل لعابين جزائريين مكاش نقص بيناتهم إلى غلام مننا وزفان فانيك ما تشوش نقائس تشوف عددك مستوى يزيد يطلع هذه هي على ذلك نقوله إحنا تمنى غلام يلعب زفان فانيك يقلع فانيك راي يلعب في الروس فانيك يقلع فانيك حاجة مليحة ويقول لي عطال ويقول لي بن سبعيني وكما يقول لك اليد في اليد إن شاء الله بربي وكوب ديمونت هذه هي ربي أحفظكم وتحية الجزائر وتحية الجزائر والمزد والخلود لي شو هدأينا الأبرار تحية الجزائر